هي ستة عائلات تقطن هذه العمارة المهددة بالسقوط في أي لحظة جدرانها الهشة تبعث في سكينها حالة من الخوف توصلنا مع المسؤول الأول لبلدية دواودا الذي كان له رد في القضية بإنصاف في الحقيقة هذه العمارة اللي ركم زرتوها وهذه المواطنين تواعنا وكانوا محل زيارة من طرفنا شفناهم وعرفنا درجة الخطورة اللي ما عايشين فيها إن شاء الله ما بقاش قدل يفات ويكون نطمنهم بصيفة شخصية إن شاء الله في التوزيع القادم يكونوا من الأولويات اللي يكونوا يسفادوا في السكن هي عينة فقط من بين الكثير من المباني المهددة بالهنيار على قاطنها توجب تحرك السلطة قبل وقوع الكارثة